السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلالة التجنوي. اللهم صلى على محمد وعلى الله عليه وسلم. عمليني ابطال رب تكونوا بخير بصحة وسعادة. اتمنى تكونوا بخير. وربنا مفقاكم ان شاء الله. ان شاء الله هنحل في الفيديو ده آآ الجزء الخاص بالوحدة السبعة الدجس الاول والتاني. طبعا زي ما هنعرفين الفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر. خدناه قبل كده في آآ الترمي الاول الفيديو بتاع الشرح موجود في في اول وحدة ممكن ترجعوا تشوفو. واكيد انت يعني ان شاء الله عارف الفرق بين الاتنين. ولو مش عارف راجع علي بسرعة وبعدين تعالى حل معايا عندنا تقريبا آآ شاة الخمسين جملة. مهمين جدا. نبدأ كده ونقول بسم الله ببالك هنا. مؤخرا آآ ان انا بستمتع بكل النجاحات الصغيرة آآ اللي انا بعملها كل يوم. طبعا لو تلاحظ ان هنا اولا من جملة مبناء المعلوم. تمام? اي مبني المعلوم. تمام? هاف بين هاف بين بيجي بعدها بيجي بعدها ايه? اللي هي تراينج ده مضارع التام المستمر. تمام? مضارع التام المستمر. اللي مش هنفع? عشان لو قلت هتبقى كجملة مبنية للمجهول وهنا الجملة مش مبنية للمجهول. المصدر مش هتنفع بعد have been have been يم وراها ing يم وراها تصريف تاتي زي ده تصريف تاتي بقى جولة مبني المجهول مضارع تام مستمر وبعدها نقول لك هنا I have اتشيف او I have everyday نجاحات اللي انا بعملها كل يوم فده بيدل ان فيه حاجة بتحصل كل يوم نجاحات بيعملها كل يوم صغيرة في عدد الفياد المستمر طبعا مضارع مش هتنفع رقب الناس يقول لك I have to play for three years now انا عايز اقول انا بتعلم ان العب drums او اعزف على طبول وكده لمدة او منذ اه تات سنوات now يعني انا بدأت من تات سنين او بقى لي تات سنين بتعلم اعزف على البيانة حتى الان ده معناه ان او دي بتدل على ان الفعل ايه لسه مستمر يبقى have been learning مضارع تم مستمر learned مضارع تم بس لا ليه لان الفعل دي سه مستمر في الكلمة بتدل على الاستمرار تمام طب been learned دي هتبقى مبني المجهول مش هتنفع being there has some decision about what exactly success is يوجد هناك بعض المناقشات او النقاش ونقشات حول ما يعنيه النجاح بالضبط او ما الذي يعنيه نجاح being اولا being بجيش انجي الا لو ما معنى كونه او كونها تمام had ولا been there has been some decision يوجد هناك بعض النقاشات او مش هتنفع had لديه مش هتنفع تمام هي been يوجد هناك بعض النقاشات تمام لان هنا اسم ده ده اسم فهي جاب له verb to be تمام كده رقم اربعة finally my father how to use the internet now he can send send emails الان هو يستطيع ارسالي لايه الاميلات بابا اخيرا تعلم ازاي يستطيع الانترنت الان هو بعرف ايه يبعت ايميلات has been learning ولا has learned ولا had learned ولا was learning تمام اولا was learning مش هتنفع لان دي ماضي مستمر مش هتنفع تمام نفيش حدسين had learned ده ماضي تام برضو مش هتنفع تمام ليه لان الكلام المضارقة عبقوله هو تعلم تمام بس بيقول لك المضارقة التام الماضي التام اصلا لازم يكون في حدسين حدس حصل قبل حدس تاني تمام has learned ممكن has been learning برضو مش هتنفع ليه هقول لك هنا ليه هتاخد مضارقة تم ومش هتاخد مضارقة تم مستمر هقول لك هقول لك هنا الجملة الاخيرة دي الحتة الاخيرة تقول لك هنا ده دليل على اكتمال الحدس دليل على اكتمال الحدس تمام من استخدامات المضارقة للتام ان الحدس يكتمل او حاجة حصلت لها اصر في الواقع حاجة حصلت في الماضي لها اصر في الواقع الاصر اللي موجود ان بابا بيعرف يبعث امالات تمام تمام معنى ان هو تعلم تمام يعني لسه بيتعلم ولو لسه بيتعلم اكيد ما كانش تجربنا الاشارة دي تمام مضارقة تم ليه لان فيه دليل بيدل على او في نتيجة فعل حصل او في اه اثر في المضارع على شيء حصل في الماضي تمام رقم خمسة الارض مبتلة لانها ايه طول اليوم طيب قال لك دي او اي حاجة اول وبعدها حاجة زمنية اعفل اللي هي مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر لأ مش ينفع تمام لان دي مش بتدل على الماضي المستمر طب انا ده ماضي تام مستمر مش ينفع الماضي تام مستمر بنستخدمه حاجة كانت يعني مستمرة في الماضي قبل حاجة تانية تمام وهنا اصلا فمش ينفع الماضي اصلا اولا انت متاخدش هاف فمش هتنفع ما فيش الذي استخدم دايما تقنية الاستبعاد انت بتستبعد حاجاتي عادية استبعدها تمام مضار ماضي مستمر استبعدها ماضي تام استمر استبعده تمام رقم سيد دولك سامير سامير اعز اقول ان سامير تعبان منذ انا عادة من ايطاليا هاز هاد ولا هاز ولا هاز بين ولا هاد بين تمام عندي سنس دي بتدل على ايه المضارع تام عندي هنا ماضي بسيط يبس انس دي بتدل على مضارع تام تعال كده هاد بين قلنا هاد ايه هاد ده مضارع تام ايه ماضي تام بس تخدمها قبل حدس تاني ما فيش حدس تاني هنا ما فيش حدس تاني يعني انا ما بكلمش عن حاجة حصلت في الماضي قبل حاجة تمام انا بقول لهو مريض منذ ان عاد تمام فهنا ماضي تام مش هتنفع هاز بين هاز بين ال ولا هاز ال ولا هاز هاد ال اولا دي صفة تمام ال يبقى بيجي قبلها فربي تو بي يعني مش هتنفع فربي تو هاف تمام وهاز لوحدها مش هتنفع ليه لان دي هتبقى مضارع انما في السنس هنا بدل لعه المضارع التام يبقى هاز بين ال هاز بين ال سنس بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع التام تمام طارق كانت بلاي فوتبول بيكوز هاز لج ايه الطارق مش اقدر يلعب كرة لان رجله ايه ما كسورة هنا في دليل في المضارع دليل في المضارع على حكة حصلت في الماضي يبقى مضارع تم يبقى هاز هيرت تمام اولا هيرت ما بتجيش اي 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 جي مش من الافعال اللي بتستمر هيرت تنفع تمام بس مضارع التام لأن في حاجة حصلت في الماضي ليها اثر في المضارعة. تمام? هاد ماضي تاني. ماذا يمكن ان انا افعل? وعايز اقول هنا انا فقط او اعايز يقول انا فقط المحافظة بتاعتي. ماذا يجب عليها انا افعل? اولا اللوز ما بتجيش في الاستمرار. مش هيفة انجي. تمام? يخسر. هاف بين لست. تمام هنا هاف بين لست وهاف بين لست. وهنا المحافظة مش هتتكسر. تمام? مش هتنفع. في غلطة هنا يا شباب. هو المفروض كان يجيب هاف بين لست او هاف بين لوزنج. بس الصح اولا هي مش مبني المجهول. لو ما يولد في الاول كنا اخدنا اي واحدة فيه مفيش مشكلة. اولا هما اتنين زي بعض فهنستبعت واحدة. استبعت دي مسلا. المفروض يقول اي هاف لست. بين ده هي? غلط. بين ده هي ايه? غلط. مفيش مشكلة. ممكن تكون غلطة منهم. غلطة جل ما اللاسه يعني دعام البشري وممكن يولد مفيش مشكلة. الصح? اي هاف لست ماي والد. مش اي هاف بين لست. اي هاف بين لست كان تبنيتها المجهول. يعني الاي دي مفعول. لا بس المفعول هنا هو ماي والد. تمام? انا ما يقول كون مواضح. اي ام اي 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 انا مرهق بكوز اي 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 اعرف اللي انت هتستخدم على طول مضارعة مستمرة. اي هاف بين بذاكر طول اليوم. ليه? لان اذكر لك المدة او تعبير زمني بيدل على مدة استمرار الفعل. مش هتنفع. تمام? لان بدا بسيط. مش حاجة تدل مع مواضح بسيط. هاف مش هتنفع. دو مش مضارعة تام دو. مضارعة تام مستمر لان في اي 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 جاب لك او اذكر لك مدة استمرار الحدث. تمام? اي 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 هو كده اي بعد كده ايه بشغل في الشركة دي لمدة سنة وانا مبسوط جدا. ده معنى اللي هو لسه مستمر. وبعدين قال لك هنا ايه? لسنة. يعني استمرار. يعني هو لسه شغال. يبقى ايه? تمام? في الماضي لا هو لسه شغال فمش تنفع في الماضي حدث ما انتهاش. هز ووركد ايه? اولا ايه بتاخدش هز. هف بين ووركد مبني المجهول فمش هتنفع. ولكن ايه فور ذات كومباني فور ايير مدة سنة. انا سبتها. to find a better one. عشان الاقي وظيفة احسن. تمام? يبقى الشغل بتاع في في القامباني الاولانية دي. او في الشركة الاولانية دي. انتهى ولا ما انتهاش? انتهى. ليه? ان قال هنا. I lifted. غادرت او تركتها. سبت الشغل. عشان الاقي واحدة تانية. تمام? وطالما الفعل انتهى يبقى ماضي بسيط. ماضي ايه? بسيط. هفوركد مش هتنفع. مضالع تان مش هتنفع. ليه? لان هو اساب الشغل وانتهى. الموضوع انتهى. اه الشغل اللي انتهى هناك. هزا دي اسمها مابني المجهون مش هتنفع. وده مستمر. مش هتنفع مستمر لان اصلا هو اساب الشغل. بتبقى I ووركد فور تاعت كامباني فور ايير. اشتغلت في الشركة دي اه لمدة سنة. تمام? محدش يقولي يا مستر عشان هنا فور اه في فورة هي ومدة زمنية يبقى هاختارها فوركد. لأ. انا هاختار ووركد لان الفعل انتهى. تمام? تمام. شو بعد كده بقولك هنا. بعد اه دراسة البحث. I have to the conclusion that there are many different definitions of taxes. بعد ما دست البحث I have اكتشفت او استنتجت ان في الختام يعني او استنتجت في النهاية ان يوجد هناك العديد من التعريفات. اه التعريفات المختلفة للنجاح. I have came. موضي I have come to the conclusion. I have come to the conclusion. يعني استنتجت او وصلت الى نتيجة مفادها ان هناك العديد من الافعال او التعريفات المختلفة للنجاح. احمد. طيب انجاب لك رقم او عدد اعرف اللي هو مضارع تام على طول. رقم او عدد هنا كده. رقم او عدد مرات القيم بشيء ما اعرف اللي هو مضارع تام. تمام? دي مبني المجهول مش هتنفع لانه ما تفاعل. has been finishing. اولا ما تجيش. اني جي. ودي برضو ماضي تام. مبني المجهول مش هتنفع. تمام? I five boxes this month. انا قرأت خمس كتب هذا الشهر. برضو رقم اها. رقم او عدد يدل على قيم بفعل الشيء معين. يبقى مضارع تام. يبقى have read reads. اولا اي ما بتاخدش الاس. have been read. دي مبني المجهول مش هتنفع. مبني اذا مضارع تام مستمر مش هتنفع. لان مضارع تام بيجي زي ما نعرفين مع الاعداد والكميات. تمام? once you you will play games with your friends. once you. او مجرد ما او عندما 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 تنهي او عندما تنتهي you will play. هتلعب مع اصحابك. once you had finished. هنا will play مستقبل. مواضي دي مش هتنفع. عايز هنا مضارع. عايز هنا مضارع. ومش هتنفع مستقبل مع مستقبل. تمام? وهنا once you. هنا مبني المجهول فمش هتنفع يبقى. تبقى. have finished. once you have finished. will play you will play games with your friends. عندما تنتهي هتلعب مع صحابك. تمام? i have learned italian. انا اتعلمت ايطالي. three years ago. uh four cents ولا forward already ولا last. last مش هتنفع. last three years ago مش هتنفع. منذ الجملة العادية. تمام? تعبر عن الدهشة. او بين المساعد والفاعل. four مش هتنفع. لو ما فيش اجو كنا اخذنا four. انما طبعا في اجو يبقى ناخد. لو ما فيش اجو كنا اخذنا four. انما طبعا في اجو بعد المدة الزمنية اعرفها باقي. يبقى ناخد. since. it's been two months since we. it's been two since. two months since. بان شهرين منزو. we our uncle in the village. منزو انظرنا. قد عمنا في القرية. since we had visited. visited. have visited. ولا visit. دا عندك مضارع تامها. وسنس. يبقى هنا ماضي. بسيط. زي ما احنا عارفين جملة سنس اللي بيجي بعدها ماضي. بسيط. تمام? تمام. آآ اه بالضبط هتنس هيها بالضبط عنده صديقة عنده مشكلة صحية منزو ان عايش في المناطق الملوسة بشكل كبير. my friend had ولا had had ولا has had ولا has been. مش هتنفع has been. تمام? لانها هتبقى مبنين مجهول وما في الصفة هنا. دا اسم. دا اسم. مش هتنفع has been. هنا انا بقول هنا has had a health problem. لديه ايه? آآ مشكلة صحية. has had a health problem. عنده مشكلة صحية. تمام? وهنا سنس فهناخد قبلها مضارع تام. وبعدها ماضي بسيط هنا. ماضي تام مش هتنفع. وهنا ماضي بس مش هتنفع. تمام?